بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم الأستاذ علي الجحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ شريف الشريف بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي ودرسنا اليوم يا مبدعين يا مبدعات إثراءات في دروس الفصل الحادي عشر الأشكال الهندسية الجزء الثاني فكرة درسنا هذا اليوم استعراض أفكار دروس الفصل الحادي عشر وهذه الدروس التي سنتطرق لها هي الإنسحاب الإنعكاس الدوران ونتذكر ابنائي وبناتي في الإنسحاب تسمى حركة الشكل الهندسي تحولاً هندسياً ويسمى الشكل الناتج عن هذه الحركة صورة الشكل والإنسحاب أحد أنواع التحولات الهندسية كذلك نتذكر ابنائي وبناتي في الإنعكاس عند إنعكاس شكل حول مستقيم تكون الرؤوس المتناظرة على مسافة متساوية من محور الإنعكاس كذلك نتذكر في الدوران أبنائي وبناتي الدوران نوع آخر من التحولات الهندسية إذن لدينا هذه التحولات الهندسية الإنسحاب والإنعكاس والدوران سنتطرق لها هذا اليوم أول مفهوم لدينا هنا وهو مفهوم أساسي عن الإنسحاب الإنسحاب هو إزاحة شكل دون تدويره فقط إزاحته أبنائي وبناتي لاحظوا دون تدويره ولا ينتج عن ذلك تغير في قياساته أو شكله إذن هذا التحول الهندسي لا ينتج عنه لا تغير في القياسات ولا في الشكل كما في هذا المثال أبنائي وبناتي لدينا المثلث الذي بالأزرق قمنا بعملية الإنسحاب له فنتج لدينا مثلث باللون الأخضر أسعدكم الله ونرى أن هذا المثلث لم يتم تدويره فقط إنسحابه أو إزاحته وكذلك لم ينتج عن هذه الإزاحة لا تغير في القياسات أو في الشكل من هذا المفهوم أبنائي وبناتي ننطلق إلى هذا السؤال ارسم الشكل وصورة إنسحابه فيما يأتي ثم اكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة مثلث رؤوسه ها خمسة وخمسة واو خمسة وتسعة زا ثمانية وخمسة إنسحب ثلاث وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل تفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت للإجابة أسعدكم الله ننظر هنا المطلوب أول شيء نريد أن نرسم المثلث على هذا المستوى الإحداثي بارك الله فيكم بعد ذلك نقوم بعملية انسحابه ثلاث وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل إذن خلونا أبنائي وبناتي ننتقل إلى شاشة التلوين بارك الله فيكم حتى نقوم برسم هذا المثلث ومن ثم عملية إزاحته إذن أبنائي وبناتي حتى أستطيع أن أرسم المثلث لابد أن أحدد هذه الرؤوس نقاط هذه الرؤوس النقطة ها خمسة وخمسة إذن الإحداث السيني خمسة والإحداث السيني خمسة ستكون هذه النقطة هنا إذن هذه هي النقطة ها طيب بارك الله فيكم النقطة واو خمسة وتسعة الإحداث السيني خمسة والإحداث السادي تسعة إذن الإحداث السيني خمسة الإحداث السادي تسعة سيكون هنا هذه النقطة بارك الله فيكم وهذه هي النقطة واو آخر نقطة بارك الله فيكم النقطة زا الإحداث السيني ثماني بينما الإحداثي الصادي خمسة إذن ثمانية وننطلق إلى الإحداثي الصادي خمسة فستكون هذه النقطة هنا وهذه النقطة لها اسم زع إذن مثلنا هذه النقاط أبناء بناتي الآن نقوم بإنشاء أو رسم المثلث أسعدكم الله عن طريق توصيل هذه النقاط أبناء بناتي سأقوم بإيصال النقطة واو مع النقطة واو عفوا هنا اللون أسود بارك الله فيكم نعيد رسمها بلون آخر حتى يكون واضح لنا الآن نقوم بتوصيل هذه النقاط النقطة واو مع النقطة ه وكذلك النقطة ه مع النقطة ز وكذلك النقطة واو مع النقطة ز بهذا نكون رسمنا المثلث ها واو ز الآن ما المطلوب مني؟ أنا أقوم بعملية الانسحاب طيب أنسحب كم بارك الله فيكم؟ سأنسحب ثلاث وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل إذن كل رأس من هذه الرؤوس أقوم بسحبه بارك الله فيكم ثلاث وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل إذن نحتاج أن نحدد هذه النقاط بارك الله فيكم النقطة واو ننطلق ثلاث وحدات إلى اليسار ومن ثم وحدتين إلى الأسفل سيكون هنا صحبه الله يا أبطال بارك الله فيكم إذن هذه صورة واو بارك الله فيكم طيب النقطة ها ثلاث وحدات إلى اليسار وحدتين إلى الأسفل ستكون هنا صورة النقطة ها آخر نقطة معنا هي زا ثلاث وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل ستكون هنا صورة النقطة زا بارك الله فيكم الآن وضعنا صور هذه الرؤوس ماذا تبقى لديه؟ أسعدكم الله أن أقوم بتوصيل هذا المثلث بارك الله فيكم بهذا الشكل أقوم بتوصيل النقطة هذه بهذه النقطة وهذه النقطة بهذه النقطة وهذه النقطة بهذه النقطة وبالتالي قمنا بعملية الانسحاب صح ولا لا يا مبدعين بارك الله فيكم ماذا يتبقى لدينا في هذا السؤال بارك الله فيكم آخر نقطة في هذا السؤال هو ثم أكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصور أو صورة المثلث صورة المثلث الذي رؤوسه ها وواوزا إذن النقطة ها أو صورة ها أبنائي وبناتي هي ما هي بارك الله فيكم الأحداث السيني اثنان الأحداث الصادي ثلاثة إذن اثنان وثلاثة طيب صورة واو ها يا أبطال هنا صورة واو إذن الأحداث السيني اثنان والأحداث الصادي سبعة إذن نقول اثنان وسبعة أخيرا صورة زا الأحداث السيني خمسة الأحداث الصادي ثلاثة إذن صورة الزاء الإحداث السيني خمسة وليست ثلاثة الإحداث السيني خمسة والإحداث الصادي ثلاثة بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل قمنا بحل السؤال سهل ولا صعب يا مبدعين سهل لأمثالكم يا مبدعين بارك الله فيكم الآن أبناء وبناتي ننتقل وإياكم إلى المفهوم التالي وهو الإنعكاس يسمى قلب شكل هندسي حول مستقيم والحصول على صورة مرآة لهذا الشكل إنعكاساً ويسمى المستقيم محور الإنعكاس ونستطيع أن نرى هنا أبنائي وبناتي مثال على الإنعكاس لدينا المثلث الأزرق قمنا بقلبه فنتج لدينا المثلث الأخضر ولكن قمنا بقلبه بناء على ماذا بارك الله فيكم على محور أسعدكم الله محور الإنعكاس إذن أنعكست هذا المثلث بالنسبة لهذا المحور فنتج لدينا المثلث باللون الأخضر أسعدكم الله الآن ننطلق ولكن قبل أن ننطلق أذكركم لاحظوا أبناء وبناتي كما ذكرنا في مقدمة أسعدكم الله الدرس أن البعد بين كل نقطة من نقاط أو رؤوس هذا المثلث تبعد نفس البعد في الجهة الأخرى من محور الإنعكاس مع المثلث أو صورة المثلث الناتجة إذن ننطلق الآن من هذا المفهوم إلى هذا التدريب ارسم صورة كل شكل مما يأتي بالإنعكاس حول المحور ثم أكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة لدينا أبناء وبناتي هنا هذا الشكل الرباعي أسعدكم الله ولدينا هذا المحور بارك الله فيكم نريد أن نرسم صورة إنعكاس هذا الشكل الرباعي هل تستطعون يا مبدعين؟ تفضلوا بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلتوا للإجابة أسعدكم الله إذن خلونا نبدأ خطوات الحل مع بعض الآن عبر شاشة التلوين الآن أبناء وبناتي المحور هو محور الإنعكاس واضح لنا وكذلك الشكل الرباعي الشكل الرباعي هنا له أربعة رؤوس صح ولا لا يا أبطال هنا له أربعة رؤوس إذن بارك الله فيكم حتى أستطيع أن أرسم صورة إنعكاس هذا الشكل الرباعي لابد أن أرسم النقاط بارك الله فيكم أو إنعكاس هذه النقاط بارك الله فيكم إذن هذه النقطة بارك الله فيكم هنا كم تبعد عن محور الإنعكاس؟ وحدة واحدة إذن بعد وحدة واحدة من محور الإنعكاس أضع وأرسم هذه النقطة طيب يا أبناء و بناتي هذه النقطة هنا أسعدكم الله كم تبعد عن محور الانعكاس؟ ثلاث وحدات إذن أعد ثلاث وحدات وأضع هذه النقطة لتمثل صورتها أبناء و بناتي الآن هذه النقطة كم تبعد عن محور الانعكاس؟ وحدة واحدة صح أو لا؟ إذن بعد وحدة واحدة أرسم صورتها في الجهة المقابلة الآن أسعدكم الله هذا الرأس كم يبعد عن محور الانعكاس؟ ثلاث وحدات إذن بعد ثلاث وحدات أرسم صورتها هنا طيب رسمنا صورتها بارك الله فيكم هذه الروس ماذا تبقى لدينا؟ أسعدكم الله أن أقوم بتوصيل هذه النقاط إذن أبناء و بناتي الآن نقوم بتوصيل هذه النقاط هذه النقطة مع هذه النقطة وهذه النقطة مع هذه النقطة و كذلك هذه النقطة مع هذه النقطة و آخيراً هذه النقطة مع هذه النقطة إذن بهذا رسمنا صورة انعكاس هذا الشكل الرباعي حول هذا المحور لسمناه محور الانعكاس ماذا تبقى لدينا أبناء و بناتي؟ أسعدكم الله كما طلب مننا في السؤال هنا ثم أكتب الأزواج المرتبة للرؤوس هل نستطيع؟ بارك الله فيكم يلا خلونا نشوف هذا الرأس أبناء و بناتها هل تستطيعون تحديد؟ الزوج المرتب الإحداث السيني ثلاثة والصادي ثمانية إذن هذا الرأس الأول ثلاثة و ثمانية الآن هذه أو هذا الرأس أبناء و بناتي الإحداث السيني كم؟ واحد أسعدكم الله والصادي تسعة إذن واحد وتسعة بعد ذلك هذا الرأس أبناء و بناتي الإحداث السيني ثلاثة الإحداث الصادي ثلاثة إذن هذه النقطة ثلاثة و ثلاثة أخيرا هذه النقطة ابنائي وبناتي الإحداث السيني كم؟ واحد والإحداث الصادي اثنان إذن واحد واثنان هذه الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة اكتمل الحل ابنائي وبناتي بارك الله فيكم حليتوا بهذه الطريقة أسعدكم الله بعد هذا الآن نقوم بالمسح وننتقل إلى المفهوم الجديد لدينا هنا وهو الدوران أسعدكم الله يسمى تدوير شكل هندسي حول نقطة دورانا والدوران لا يغير قياسات الشكل أو نوعه إذن ابنائي وبناتي مثل ما ترون يسمى التدوير شكلا هندسي حول ماذا؟ حول نقطة سندور شكل حول نقطة هذا يسمى دوران والدوران مثله مثل الإنسحاب كذلك العكاس لا يغير قياسات الشكل أبنائي ولا نوعه أسعدكم الله ما يتغير قياسات هل تتغير؟ لا إذن لاحظوا معنا هذا المثال أبنائي وبناتي هنا الدوران تم عند أي نقطة أبنائي وبناتي من يقدر يحدد لنا؟ عند هذه النقطة أسعدكم الله من يذكرنا في حاجة مهمة في الدوران أو حاجتين مهمة دائما في أي سؤال حتى أقوم بالدوران لا بد أن أعرف النقطة التي سأقوم بالتدوير حولها الأمر الثاني من يذكرنا فيه؟ اتجاه الدوران لحظوا هذا السهم أبنائي وبناتي إذن لا بد أن أعرف هل سأتجي باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؟ تتذكرنا يا مبدعين؟ أسعدكم الله إذن من هذا المفهوم ننطلق إلى هذا السؤال ارسم صورة المثلة ألف بجين بالدوران حول النقطة المعطاة ثم أكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة السؤال الأول تسعين درجة عكس اتجاه عقارب الساعة حول النقطة ألف ما رأيكم؟ حدد لنا حدد لنا مقدار الدوران تسعين درجة اتجاهها أين أبنائي وبناتي؟ عكس اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة طيب حول أي نقطة؟ حول النقطة ألف إذن أبنائي وبناتي تفضلوا إياه مبدعين تسعين درجة اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه المعطيات والوصول إلى الإجابة نتذكر أن مقدار الدوران تسعين درجة اتجاهه عكس اتجاه عقارب الساعة النقطة التي سندور حولها هي النقطة ألف إذن بهذه المعطيات أبناء وبناتي نبدأ بالحل أين النقطة ألف؟ هذه هي النقطة ألف التي سنقوم بالدوران حولها طيب اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة إذن بهذا الاتجاه أبناء وبناتي صح أو لا؟ بارك الله فيكم إذن سأقوم بتحريك النقطة باء والنقطة جين ما رأيكم؟ طيب حتى أحركها ماذا أحتاج؟ أسعدكم الله أحتاج أن أقوم بتحديد الدرجة تسعين درجة ما هي أبناء وبناتي؟ زاوية قائمة بارك الله فيكم إذن سأطبق المنقلة أبناء وبناتي على الضلع ألف باء ومن ثم أحدث تسعين درجة حتى يكون محور أو نقطة أو مركز هذا المنقلة على النقطة ألف ونحدث النقطة أو الزاوية تسعين ومن ثم نحدث أين سنرسم هذه النقطة؟ إذن أبناء وبناتي سنرسم النقطة باء أين أبناء وبناتي؟ بارك الله فيكم على هذا التدرج أسعدكم الله خلوني أوضحه بشكل آخر سيكون على هذا التدرج أسعدكم الله طيب أين سيكون أبناء وبناتي إذا تحركت؟ كم تبعد عن ألف؟ هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربع أربع وحدات إذن أنطلق من ألف إلى الأعلى كم وحدة؟ أربع وحدات أين ستكون يا مبدعين؟ ستكون هنا أسعدكم الله هي صورة باء صورة باء بارك الله فيكم طيب النقطة جيمة الآن نريد تدويرها أبناء وبناتي بنفس الطريقة و باستخدام المنقلة أبناء وبناتي نقوم بقياس الزاوية تسعين بعد استخدام الضلع ألف باء بارك الله فيكم حتى نحدد كيف سيدور تسعين درجة أين سيكون؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله أبناء وبناتي حاولوا تحددونا معي سيكون هنا بارك الله فيكم في هذا الاتجاه ولكن أين بالضبط أبناء وبناتي؟ نريد أن نحددها مع بعض ستكون النقطة جيم هنا أسعدكم الله إذن ستكون هذه صورة جيم أسعدكم الله سعى لولا صعبة بارك الله فيكم ماذا تبقى لدينا؟ تبقى لدينا أبناء وبناتي أن نقوم بإيصال هذه النقاط إذن الآن نقوم بإيصال هذه النقاط بارك الله فيكم النقطة باء أو صورة باء ستتصل مع ألف بهذا الشكل بارك الله فيكم طيب باء كذلك ستتصل مع صورة جيم أو صورة باء ستتصل مع صورة جيم كذلك ألف نقوم بإيصالها أبنائي وبناتي مع صورة جيم بهذا الشكل فهنا نرى أننا قمنا بتدوير هذا المثلث أسعدكم الله ونتجت لنا هذه الصورة طيب بارك الله فيكم انتهينا من هذا السؤال؟ لا تبقى لدينا حاجة مهمة ثم أكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة إذن النقطة ألف ما رأيكم؟ ما هي الزوج المرتب الذي يمثلها؟ لم تتغير نفسها بارك الله فيكم الإحداث السيني خمسة والإحداث الصادي أربعة إذن نقول خمسة وأربعة بارك الله فيكم كذلك الآن صورة بأسعدكم الله ستكون أين؟ الإحداث السيني خمسة والإحداث الصادي ثمانية إذن خمسة وثمانية النقطة جيم أو صورة جيم بارك الله فيكم ستكون أين؟ بارك الله فيكم الإحداث السيني ثمانية والإحداث الصادي ثلاثة إذن ثمانية وثلاثة وبهذا كتبنا الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة أسعدكم الله ومع هذا السؤال نكون وصلنا إلى ختام درسنا أبنائي و بناتي أتمنى لكم التوفيق والنجاح ونراكم بإذن الله في الحصة القادمة على خير كان معكم معلمكم السيد علي قحطاني ورافقني في لغة الإشارة زميلتي للسادة الشريف الشريف في إعمال الله